السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة القمان الجزء الثاني صفحة عبعة وتسعين خمسة وتسعين على وبركاته هذه الصفحات قبل ما نبدأ عبعة وتاني ضروري واحد الشراك في هذا القناة اللي كتب أغتب عليكم هنا أو تلقاوه في الوصف إذا قناة تحتية يعطي غادي طلب منك الأمر خمسة ثواني تشترك ورجع كمر الدرس إذا هذي بعض الشروحات اللي كين منها في الكتاب عنكم ممكن اللي ما كينش مهم شوفوش خاصك هنا المعنى الإجمالي لهذا الجزء هذا وصاله القمان لبنيه بنبدي الشركي وبفضلي الوالدين ووجوه طاعتما في غير ما سي وهكذا مهم الآيات كل آيات اختينا المعاني الجزئية ديالها من 12-14 15-1 16-18 وصال القمان ابناه بإقامة الصلاة والنصع والصبر كذا هاتشي كل جا نخدموه بي غا نحتاجوه إذا الدروس والعبار والقيام 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 وكذا اللي كينه في المصم وهادو ونبدأو على بركسي هنا تعرفت في الشطر الأول من صورة سي لقمان الجزاء من يهتدى وعقاب من أعرضه فما هي هذه الوصاية وما الغاية منها مهم هادشي كله غنعرفوه في الدرس هادو بينك بين يدي الآيات هاد الآيات اللي جايين غنجاوب عليهم في الأخراع لا بغيت تجاوب عليهم هادشي ليوردكم قبل في الفيديو إذا يقول الله تعالى في سورة لقمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا ابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل ما نناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبعكم بما كنتم تعملون إذن إلى آخر الآيات الآية من 12 إلى 15 التي تضمن وصايا لقمان ابنه آية من 16 إلى 18 التي تضمن وصايا لقمان ابنه أقرأ وأسدبر يعني أقرأ وأفهم هم يعني أقرأ وأفهم هم بسبلهم عودناهم هو مطالبك الكغير أقرأ وأسدبر أقرأ وأفهم المعاني أكتشف هنا عدنا حذف الحذف هو الاستغناء عن كتابة الألف مهم عدنا نقمان إلى الشتوف الكتابة القرآنية كنت تكتب هذا الشكل هذا يعني كنحيدو نحذف الألف وكنديرو هادي باقسار على ما يدل عليه بولا الألف صغيرة فوقصد رواب حلاكا والإنسان أو ثاني هاكا إذن في الرسم القرآني كنكتبو الألف وكنحذفوه هنا تغليد اللام الأصل في اللام هو الترقيق ويغلوذ إذا كان مفتوحا بعد حرف الض أو الط لأن الض والط والصاد حروف مستعلية غلاية مشتعلية ممكنش نتبعها حرف اللام مرقق نقول ظالمو دا ظالمو ويغلط نقول ظالمو نغلط اللام مهم تعقل لا القاعدة أنها خاصة تكون مفتوحة بعد حرف الض أو الط أو الصاد ظالمو اللام مفتوحة وقبل من ناشكي الض يعني ظالمو نقول طلاق ما نقولش طلاق طلاق لا صلاة يظلمون مطلع ما نقولش مطلع مطلع مهمة الأستاذ غديوري كده قاعدة خاصة تطبيق والحقود عرف علينا يقدر يعطيك سؤال ما حكموا هذه الض أو هذه عفون هذه اللام نقول التغليل لأنها مفتوحة وبعدها حرف حرف كده كان الض تكتبو كان الض كتبو كان الض كتبو كان الض كتبو كان الض هذا بعض الشروحات سميت هذه الصورة بصورة القمان لماذا تضمنتهم من وسائل من سبب التسمية لماذا سميت صورة القمان لماذا تضمنتهم من وصايا هذا الرجل الحاكيمي لابنه ولا تستثى تفيده في بناء شخصيتي سواء في مجال العقيدة أو العبادة أو من ما نقرأ هذا الشيء مزيان نحن نريد أن نطول الفيديو تقع الوصايا اللي في هذه الصورة والتوجيهات اللي في هذا الجزء مكتوبين هنا نحن نمشيون جابوا على الأسئلة اللي غادي ناخدها قريبا من هاد الموال الخاصة اللي كتبو لكم حدد الوصايا الواردة في هذه الآيات ثم صنفها في جدول هما رأى أعطونا في هاد الموال الخاصة نحن ناخدهم ديرهم مثلا العقائل والعبادات شنو هما هاد الوصايا نبدو الشرك الشرك عنده علاقة بالعقيدة والحرص التوحيدة والعقيدة العبادة إقامة الصالات الصالة أو الزكاة أو شيء عندما علاقة بالعبادات هنا تتكلمنا على الصالة علاقات الأسرية يعني الوالدين هنا فضل الوالدين وجوب طاعتهم في غير معصية الليلة العلاقات الاجتماعية النصح يعني النصح والصبر على هذا الناس والتواضع هذي كلا تصاعر خدك للناس والتأدب معهم هذي كله كيف وغضد صوتك يعني التواضع والأدب ولا تمشي في الأرض وغضد ما راح ندوها التواضع نعم أوصان عز الزوجة بطاعة الوالدين إلا في حالة واحدة شنو هذه الحالة؟ هي لا طاعة للوالدين في معصية الخالق الحالة هي معصية الخالق من يقول لنا أمر أول الله قال لنا طيعوهم وسمعو ليهم واحترموهم وقدروهم ورعاوهم ونفقو عليهم ولكن لا طلبوا منك شيء حاجة فيها المعصية دي الله سبحانه وتعالى فلا طاعة لهما وعلينا معاملتهما معاملتهما ذات ما معاملتهم ماشي مشكلة بالحسن والمع دي الله معاملتهما بما يذكر الله تعالى في هذه الآيات الجنسية إلا نرى صحنا معاملتهما الآية بما يذكرنا أمره 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 تعالى عباده بالتأمر في نعمه التي لا تعد ولا تحصى التي سخرها لهم يعني لعباده ورغم ذلك يجحدون بها ينكرونها لا يعترفون بها زيد أذكر جواب الجاحدين حينما كان رسول سيأمرهم يتبعون ضلالات أبائهم تقليدا بغير علم ويعبدون ما عبدأ ويقولون إن نتبعوا ما كان عليه أباؤنا هذا هو الجواب لهم قالوا نتبعوا ما وجدنا عليه أباءنا هذا الجواب أتلوا الآية هنا توجيهات لك قرأ تلوق من 12 إلى 15 قاتلة وصامتة خمس مرات باش تحفظ يستمع إلى من بجانبه هو يتلوا الآيات نفسها يتلوا الآيات نفسها أكتب من حفظها حفظتها وأكتبها لذلك مهمة شيئة توجيهات لك أستعد بأسلوبه وصايا لقمان الواردة في الآيات مبتدئا بعبارة التزم نقول مثلا أوصى لقمان الحكيم ابنه بوصايا جمعة بين أصول العقيدة والشريعة والأخلاق فعليا أنا باش نقول ألتزم خسنا نتكلم نقول فعليا أن ألتزم بتعظيم قدرة الله تعالى ونفاذي وتنفيذي ونفاذ إرادتي في خلقه إذا ألتزم بتعظيم قدرة الله تعالى ونفاذ إرادتي في خلقه ما داشي نقول ونفاذ إرادتي في خلقه وأن أقيم الصلاة وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصبر على ما نزل بي من المصائب ومن الأذى وأن أتصف بليني الجانبي وأن أبتعد عن التكبر وعليا التحدث إلى الناس بلطفين مع خفض الصوتي وليبتعاده عن الغلظة في الكلام مزيان؟ مزيان وحذل بعض النعم التي الله علي آه أنا ما عرفش ما مدرتهاش مهم النعمة كثيرة أبحث عن أربعة أسماء للقرآن الكريم بس بالنعمة تقول البصار والسمعو يعني نعمة الوالدين نعمة الإسلام هؤلاء نعم الكرم أي حاجة جاتك في بالك رأى نعمة أورد إذن أورد القرآن الكريم لنفسي أسماءها من أسماء دين القرآن الفرقان الكتاب النور تنزيل كلام الحديث الموعظة الهادي الحق البيان المنير الشفاء الكريم المجينة أصدق 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 الحديث الجبريم الحديث الحديث عندما كان الرسول الصلاة في غارة حراء فعن الآية كتقول اذكر أول آية نزلت وسجلها اقرأ باسم ربك الذي خلق احفظ الآية الأولتين أو الأولى والتانية من صورة البقرة وهذا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ممكن يكون ذلك الكتاب بوحدة نوقفه لا ريب فيه هدى للمتقين مهم الشرح دي البدياء مشرحناش الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون شرحنا غير ذلك الكتاب لا ريب فيها هو أي أن هذا الكتاب العظيم هو الكتاب وعلى الحقيقة المجتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم ومخور من هنا اللي بغيتي وصفي وصلي على رسول الله ولا تنسى الاشتراك في القناة اللي قلت لك ترجمة نانسي قنقر